هذا التقرير الحقيقة تقرير لمجهود كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي طول الوقت مع القادرون باختلاف ولدنا وحبقنا ومش بس كده كنا دايما بنتابع كل الاحتفالات اللي كان بيشهدها سيادة الرئيس وكان الاحتفال تحت عنوين كثيرة ولكن كان ما يهم سيادة الرئيس طول الوقت انه يكون موجود بقلب وبانسانية وبروح وايضا بقيادة الدولة وكانوا الشباب والولاد طول الوقت بيبقوا في سعادة غامرة وكلمات السيد الرئيس دايما كانت تغلف بهذه الكلمات بانني في اسعد اوقاتي وانا معكم في الاحتفال وانا اتابع اخباركم وانا اؤكد على نشاطاتكم وانا اقر ايضا اشياء من اجل القادرون باختلاف وذوي الهمة اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم الجائزة الدولية للأولمبيات الخاص وذلك خلال استقبال ووفد من رؤساء الاقليم العالمية السبعة للأولمبيات الخاص الدولي وهذه الجائزة بتعد من ارفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء لما قدموا من رعاية وايضا رعاية كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا ايضا لما يقدموا سيادته من دعم لهم في طول الوقت فيه اشياء كثيرة جدا في السياق اخر ايضا عقد السيد الرئيس اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي واستصلاح الاراضي في منطقة تشكة بجنوب الوادي وذلك في اطار استراتيجية الدولة زيادة رقعة الاراضي الزراعية وزي ما انتم عارفين احنا تبعنا كتير هنا في التاسعة بانه يعني هذه المشروعات الكبيرة في تشكة تبعنا ايضا يعني حصاد القمح وتبعنا الزراعات المختلفة واعتقد انه يعني هذا التوسع الكبير هو توسع اقتصادي كمان وتوسع فيه امن وتوسع فيه اعادة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر تعالوا معنا نتابع هذا التقرير ثم نعود ونستكمل معكم بقي فقراتنا تفضلوا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعضاء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص والتي اهدت السيد الرئيس جائزتها الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية والتي تعد من ارفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء واصحاب الاياد البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه سيادته من دعم لهم وقد قام وفد من رؤساء الاقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزة صباحا بقصر الاتحادية من جانبه اكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الانسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء اركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات لاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة تشكا بجنوب الوادي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرأي الحديثة ومحطات المياه والميكانة الزراعية موجها سيادته باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة تشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل